السجال داخل القاعة العامة في مجلس النواب انتقل إلى مكاتب المتساجلين الوزير عدنان منصور غاضب من الاتهامات التي وجهت إليه والنائب سامي لجميل مصر على مطالبته بموقف رسمي من الحكومة يؤكد أن المغتربين سيقترعون وللنواب 128 وليس لستة نواب فحسب أن يقال أن وزارة الخارجية مأسرة أن وزارة الخارجية لا تريد أن اللبنانيين يصوتوا في الاتخابات من قال هذا؟ يعني هذا كلام مغرد وفيه كثير من الافتراء ووزارة الخارجية لا تكذب مثل ما يقول بعض هم يكذبون على أنصارهم ونحن لا نقبل أن تكون شماعة للانتقادات من أجل غايات ومقارب اللبناني صار كشف المسألة وعيب كفا هناك كذبة يطلع من وزارة الخارجية صار له أكتر من 15 سنة نضحك على المختاربين ونصل بالآخر يجي وزارة الخارجية يقول المختاربين مش محمسين بالتالي ما عم يتسجلوا أكيد بدي يطلع صوتنا أنا بتحدى يطلع موقف رسمي من الحكومة تقول شو ما كان القنون رح يصير فيه انتخابات بالخارج يكرر لجميل اعتراضه على العبارة التي يمنع بمجبهة على المسجلين خارجا الاقتراع في لبنان إذا بالاستمارة التسجيل عم تكتبيلون أنه إذا أنت تسجلت بالسفارة رح نشطب لك اسمك بلبنان هذا زل ما بدي يخاف بدي يقول برك أنا تسجلت بره وما صارت الانتخابات بره وما عتقدر انتخب بلبنان شو بيسير هيدا مش صحيح نحن قلنا أنه اللبناني اللي بيسجل اسمه لا يحق له أنه بينتخب بلبنان حتى ما يستعمل صوته مرتين فرق أنه يشطب اسمه بالكامل من اللوحشة فرق أنه ما له حق يصوت في لبنان مرة تلي أما السجال الأعنف يتمحور حول التقرير الذي كشف أن عدد المسجلين حتى الساعة هو ثلاثة ألاف وتسعة أنت بتصدق لحظة أنه بيمو ريال وبقطوة من أكبر جاليات لبنانية بالاختراب في صفر ولا إنسان ولا زلمان ما رد الموضوع يا أما الوزير عم بيقدم تقرير كيس بي يا أما فعلا ما في حماسة عند اللبنانيين الموجودين بره ما في حماسة أكيد بس ما في قوله واحد ما قدر من السفير بمو ريال وبقطوة على لبناني واحد يتسجل استنتاجك تقرير كيس بي أكيد أكيد هي تقرير كيس بي إذا كان فيه ثلاثة ألاف وتسعة أشخاص مسجلين حتى تاريخ أمس هل نحن لي منحط العدد؟ نحن بيهمنا ما يكون تسعة ألاف بيهمنا يكون تسعمائة ألف بيهمنا يكون فيه مليون عدد مش منطق مقارنة مع الرقم الإجمالي للمغتربين اللبنانيين ما بده شيء خلي أي حزب من الأحزاب الموجودة على الساحة يقول لهم لأتباعه بالخارج رحوا صوته وخلي يجي واحد بعدين يقول لي أنه أنا رحت على السفارة اللبنانية أو رحت على الأنصلي اللبنانية ورفضوا تسجيلي الموعد في البرلمان الخميس المقبل حيث من المفترض أن ترتفع أسهم قانون فؤاد بطرس الذي تتفق الكتل المتخاصمة على النظر فيه بجدية